رشيها في الحزاء وانت خارجة مذكورة في القرآن هتخلصك من اي حسد واي سحر وهتمل البيت عندك رزق ومال وخير لمجرد ما ترشيها في الحزاء وانت خارجة بر بيتك ياريت ما تبخلوش علينا بلايك للفيديو وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد وياريت تفيدوني زي ما بفيدكم بدعوة حلوة من الجلب في التعليقات بحب تعليقاتكم جدا قولوا الوصفة دي او الطريقة دي كل حبابكم علشان يستفدوا ويلا بينا مع بعض نشوف الطريقة بالكامل السلام عليكم معاكم قناة روحانيات ست البيت اتنين النهاردة قناة روحانيات ست البيت اتنين هجلك بيها على حاجة مذكورة في القرآن للتخلص من اي حسد واي سحر ولمجرد ما ترشيها في الحزاء في الشوز في الحزاء اللي بتلبسيه وانتي خارجة وخصوصا اللي بتلبسيه وانتي خارجة ناس كتير بتنسى انها تحصن نفسها وهي خارجة ناس كتير نجمة خفيف زي ما بنقول ناس كتير متعرضة للحسد بنسبة 99 وشوية كمان في المية انها تتحسد ناس كتير بتتعرض للحسد كله خروجها وبترجع متنكد عليها وفيها مشاكل حتى مشاكل صحية ما يعلم بها الله ربنا بتنسى تحصن نفسك بتنسى تقرأ المعاوزات بتنسى ان انت تقرأ الصور او الايات المخصوصة للحسد بتنسى تحصن نفسك او مش معترفة بموضوع السحر ولا يمكن حد يعمل لي سحر لا يمكن حد يقزيني بس حياتك دايما متشكلبة وخصوصا بعد ما بتكون كده في تجمع في العائلة وفي الاصدقاء بترجع من برا وشك طلع لحبوب بترجع من برا نفسيتك زي الزفت بترجع من برا بتلاقي انه مشاكل مادية انت تعرضت لها بترجعي من الجاعدة اللي انت جاعدتها دي وحالك ما يعلم به الا الله مش عارفة تعمل ايه ومش عارفة تتخلصي من ده كله وازال يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا النهاردة اللي هي سهلة وبسيطة جدا جدا كالعادة مش بحب اننا يعني اعملكم طرق صعبة ولا طرق حتى فيها مجهود علشان تجومي وتعمليها على طول وتحصني نفسك من اي عين حاسد او اي سحر او اي مشاكل بتتعرضي لها والطريقة دي كمان عاوز اقول لك انها بتفتح امور كتير كتير يعني لو انت مثلا رايحة لموضوع او رايحة تعملي حاجة وبتقول يا رب التمي يا رب التمي يا رب يا رب ما يحصل يعني تعقل فيها او يحصل مثلا انها تتأخر او يا رب يا رب اروح وارجع مجبورة الخاطر مفيش مانع ان انت تعملي الطريقة دي مفيش مانع ان انت ترشيها في الحزاء بتاعك وانت خارجة خلاص اول شيء عندنا الحزاء الحزاء بتاعنا طبعا اول ما ترجع من برة لازم 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 الحزاء بتاعك تحطيه في حتة بعيدة عن الغرف النوم بعيدة عن اي حاجة ولو نفترض مثلا انه بجرب الباب او برة الباب بس يكون بيتك من جوا مثلا مكان ليك برضو مش هتحطي الحزاء بتاعك في الشارع وخدوا بالكم اكتر مكانة او اكتر حاجة معرضة ان انت تترشلك فيها هي الحزاء بتاعك فلو انت عايشة وسط ناس او عايشة في عمارة في شجة جبالك مثلا مش بتاعتك والكلام ده وفي ناس غريبة عايشة معاك في استحسن حزائك تدخليه وتحطيه بالقرب من بابك ولكن من جوا الحزاء بتاعك ما يبادش برة وخصوصا كمان للناس اللي عندها نجمة خفيف ده بيعرضك للنكت دايما بتحسي نفسك دايما مهمومة ومغمومة طول ما الحزاء بتاعك او بتعزوجك برة عتبة بابك لو انت عايشة وسط ناس او عايشة في عمارة او في بيت حواليك ناس كده طبعا كلنا فاهمين الحاجة بتاعتنا النهاردة اللي هنستخدمها وهي دي موجودة ومتوفرة وفي منها انواع واشكال والوان وهاك نحن عايزين النوع الصفي منها اللي من غير اي يعني ما يكونش مخلوط باي شيء ولو حتى ملح دي الحنة الحنة الخضرة الحنة الصفية الحنة اللي بنستخدمها العادية خالص واختاري نوع يكون نوع كويس او جودته عالية وما يكونش مضاف له ورق صدر ولا اي شيء يكون صاف كده بالشكل ده الحنة من الحاجات اللي بجد والله العظيم مش بس ان انت تحني بها اديك ده بيمنع الحسد لا مش بس كده ولا تحني بها شعرك ده بيمنع الحسد والسحر والكلام ده او بيبطلوا لا كمان رشه في الحزاء رش الحنة في الحزاء وانت خرجها بيخلي اي امر انت مستنيا يتم او ريحاله يتم وبيتم بالخير عليك مش بيتم كده وخلاص واي حسد واي سحر او اي حسد اه وحسد تجديد او اي عين بتتجدد معاك من شخص معين انت دايما بتجاب ليه او بتجاب ليها او مكان معين انت بتروحيله وبترجع منه مخنوجة ومدائجة او الكلام ده كله هتلاقي نفسك انه رش الحنة ده بيخلصك من كل ده بترجع البيت كده وانت متحصنة وانت ما فيش اي عين دخلت جواكي ولا حسد تكلنتي ولا اولادك ولا اي شيء وما فيش مانع تعمليها لكل يعني الاحذية اللي انتو طلعين بيها طلعين طلع مع اولادك طلع مع زوجك بس طلع مع اهلك العين يا جماعة فلجة الحجر العين موجودة والسحر موجود العين يعني مش لازم الشخص يكون مثلا طول الجاعدة عمل بيبصلك ويشكر فيك او بتبصلك كده وبعين رضية كده وبتشكر فيك وبتقول لك يا جمالك يا حلوتك يا طولك يا عرضك يا راحتك يا نفسيتك يا كذا والكلام ده كله لأ ممكن تكون سكتة ومش بصالك ابدا ولكن برضو بتحسد ولكن برضو بتجر وسابق قبل كده وذكرت لكم العلامات اللي بتظهر في الشخص اللي بيحسدك وهو بيحسدك كده هو لسه جاعد لسه مشاش العلامات اللي تخليك تحصل نفسك على طول منه وذكرتها في فيديوهات قبل كده تقدروا تدوروا عليها هنجيب الحنة كده ونبدأ ان احنا نرش في الحزاء وتاخد شوية دول اللي احنا حطناهم في الحزاء وتجلبيهم فيه داخل الحزاء كده هو بصوا رايح جاي رايح جاي لحد ما يتجلب وفي الحزاء كويس خالص خالص مش شرط الحزاء بتاعك يكون مخصول مش شرط يكون مظيف عادي حتى لو طلعت يبيهم اليوم مرة قبل كده ما فيش مشاكل وعمليها على الحزائين اليمين والشمال بس في الاول اليمين في الاول اليمين وبعد كده الشمال زي الطهار كده لما بنروح يعني نتطهر او نختسل او كده بنبدأ بالجنب اليمين فتبدأي كمان بي او في الوضوء بنبدأ باليد اليمين بنبدأ بالقدم اليمين زي كده بالزبط فانت على طول على طول هتبدأي باليمين في الحزاء وانت بترشيها ما تذكرش اي حاجة يعني ما فيش داعة ان احنا نذكر اي تحصينة ولا اي شيء لان احنا في الاول وفي الاخر بنحطها على الحزاء بتاعنا اللي احنا هندوس عليه واحنا ماشيين فهتحط الحنة او رشة الحنة دي واتغلغلي بها الحزاء بتاعك وتحطيها كمان عاوز اقول لك انك بعد ما جيتي من بره او من المشهور اللي انت جاية وهتبصي كده في الحزاء مش هتلقي اي اثر للحنة لا في رجليكي ولا في الحزاء اصلا لا في رجليكي ولا في الحزاء رش تاني رش تاني واركن الحزاء في مدخل الباب بتاعك او بالقرب من بابك من جوه في شكتك مثلا او في الجزامة بتاعتك او في الحتة اللي بتحط فيها الحزاء المهم ان انت لو رجعت من بره ما لقيتش اي اثر للحنة اللي انت رشتها عفوا في الحزاء هتحطي شوية كد اللي انت حطت يوم وانت خرجها وطلعت تاني تاني يوم وطلعت بعد شوية تاني حطي شوية تاني للطلوعة تفاهمين المهم انت الحزاء يكون مرشوش له شوية كده هو في التو وانت طلعة وانت راجعة تبص في الحزاء بتاعك مش هتلقي اي عينة من الحنة حتى على رجلك ملاش اي قصر فهترش تاني وده للتأكيد عاوز اقول لك كمان انه يعني بصي تنفيذ اليد بالحنة وانت خرجها بيمنع الحسد وبيمنع السحر اللي هو في الكف او بيمنع سحر السلام الناس اللي عاوزة تعملك مثلا رايحة مكان وانت خافة من الاشخاص دول او عرفاهم بتوع سحر او عرفاهم بتوع بيحسدوا او عرفاهم كذا نفض ايديك بالحنة قبل ما تطلع على فكرة بتدي نعمة للإيد يعني مش هتخشن ايديك ولا حاجة وما تمسعش ايديك بعديها يعني نفض ايديك وطلعي والله العظيم عمره ما حسد هيصيبك ابدا هتلقي دايما الرزق والخير في البيت مش مكتوع هتلقي دايما الراحة النفسية في البيت طلعتي دحكتي قدام حد هزرت قدام حد حد شاف جوزك شافك كل الامور دي مش هتجي نفسك متأثرة ونجم خفيف ابدا ابدا حتى لو انت بالفعل نجم خفيف مش هتلقي اي حاجة مأثرة فيك من عيونهم من حسدهم من كلامهم من النميمة بتاعتهم من اي شيء نفسيتك تبقى عال وزي الفل بحاجة مذكورة في القرآن لو حطتها في الحزاء اتخلصي من كل المشاكل دي وريح نفسك وارمي ورا ظهرك يارب تكون الطريقة سهلة وتكون بسيطة وكون كلامي كمان واضح ومفهوم ليكم ياريت ما تبخلش عنه اشتركوا في القناة